صباح الخير او مساء الخير عليكم اين كان الوقت اللي بتسمعوا فيه الفيديو طاقتك في الاول هقولك الطاقة بتاعتك في الاول انا شايفة الطاقة بتاعتك فيه قرار بالانفصال فيه قرار بقطع العلاقة دي طاقتك انت يعني ممكن الاغلب يكون الانفصال جاي من ناحيتك انت يا برج الميزان شايفة فيه علاقة حب ممكن يكون ده سبب الانفصال يعني ممكن تكون دخلت علاقة حب تانية او بتحب حدي تاني شايفاك بتوزن امورك شايفاك متلغبت في الفترة دي بعضكم منعزل وبيفكر كثير جدا في الفترة دي دي من ناحية الطاقة يا برج الميزان الطاقات اللي موجودة معاك في القراءة عشان منسيش انا شايفة فيه طاقة نارية وطاقة هوائية وطاقة مائية وطرابية كل الطاقات موجودة الأبراج اللي موجودة معاك الحمل السرطان الدلو الأسد العزراء والجادي كتير كتير أبراج موجودة معاك في القراءة نبدأ بالقراءة وضعك انت لوحدك ووضع الشريك لوحده وضعك انت انا شايفاك منعزر ممكن يكون البعض مسافر او الشريك هو اللي يكون مسافر او تكون بعيد عن بعض من جنسيتين مختلفتين لكن في بعض في بعض في صفر في مسافة في شايفة في العلاقة الزوجية اللي انا بشوفها حاليا او الطاقة اللي موجودة معايا دلوقتي انا شايفة قرار بانهاء علاقة القرار ده انت مطردد فيه انت مش عارف اذا كان صح والغلط شايفاك كمان يا برج الميزان حذر جدا وخلوا بالكوا ان احيانا بتكون القراءة عكسية شايفاك برج الميزان حذر من ناحية العلاقة اللي انت فيها مسيطر على مشاعرك بتحاول تسيطر على اعصابك فيه امور بالنسبة لك غمضة او تكون بالنسبة للطرف التاني فيه حاجات غمضة هو مش عارفها شايفة كمان انت عامل حساب يعني تعب او بيت البنى او كده يعني مش عامل يعني هو ده اللي انت عامل حسابه يعني لكن انا شايفة ان العلاقة دي كان فيها حب بس الحب ده ما بقاش موجود في العلاقة دي فيه رحيل فيه رحيل انت يعني الرحيل ده بعضوك على فكرة ممكن يكون عنده يعني طاقة سلبية حسد سحر يعني فيه طاقة سلبية موجودة في العلاقة الزوجية اللي معايا دي انت كمان نظرتك للعلاقة يعني انها بتنهار يعني انت عشان تاخد قرار بالانفصال في كذا كرت قدامي انك تاخد قرار بالانفصال انا شايفة فيها علاقة فعلا بيعني مش مستفتة خالص شايفة فيها مشاكل كتير شايفات كمان بتفكر كتير جدا يعني انت بتحاول تسيطر على اعصابك وبتحاول تظهر بان انت قوي لكن شايفة يعني شايفات كتير بتفكر بس دكت وانت نايم بتفكر كتير في شكل العلاقة بتبص كمان احيانا على حاجات انت عملتها في العلاقة دي هتخسرها هتعمل ايه لكن شايفة هتمشي يعني انا شايفة بتسيب كل حاجة وماشي مش مستمر شوية شايفة قرارك ممكن يكون فيه تهور يعني ممكن يكون بعضكم القرار اللي هو واخده فيه تهور اا وممكن يكون تحت تأثير غضب اا او او زعل او حاجة زي كده لان انا شايفة اا مفيش يعني تفكير اا تفكير قوي او بالعقل او كده مش شايفة موجود في قراءة انا شايفة حزن شايفة بتفكر كتير متردد بتحاول تسيطر على نفسك اا بس شايفة متهور في القرار في ان انت تمشي وشايفة اا غضب شايفة زعل شديد جوي اا ده بالنسبة من ناحيتك انت وشكلك كمان انت هتستعمل اساليب كتير علشان اا عشان تعمل موضوع ده عشان ينسحبك او عشان تمشي او لو انت كنت قريدي مشيت خلاص فانت هتستعمل اساليب كتير عشان تحقق او تنجح اللي انت بتعمله بالنسبة للطرف التاني اا اا انا شايفة زيك يعني هو حاسس اا حمل تقيل عليه حاسس بصعوبة في العلاقة حاسس بما عنده مسئولية كبيرة هو حاسس بيها كمان اا شايفة اا يعني كتير بيلجأ لان هو يفكر عايز الموضوع يتم بحكمة او العلاقة تبقى فيها عقل شوية اا اا هو عايز بداية جديدة كمان يعني انا شايفاه هو شايف شكل العلاقة اا حاسس كمان ان هو مقيد في العلاقة دي يعني حاسس بتعب حاسس ان هو مقيد اا في امور كتير غمضة بالنسبة له مش واضحاله فهو تعبان كمان في العلاقة دي وحاسس ان عنده حمل كبير اوي فيها واخايف يطور او ياخد قرار او مش قادر ان هو ياخد قرار لكن هو عايز بداية جديدة اا على فكرة بعضكو هيكون هو الشريك ممكن اللي عايز الانفصال وعايز بداية جديدة عايز ينطلق عايز حرية يعني عايز يتحرر مش هو حاسس ان هو مقيد وهنا في الزفول هو عاوز يتحرر من التقايد ده وعاوز بداية جديدة النصيحة ليك بالنسبة لك للمتزوجين من برج الميزان انا شايفة ان العلاقة دي ممكن يكون فيه اشخاص تانية بتتدخل فيها لو العلاقة الزوجية دي فيه اشخاص تانية بتدخل فيها يعني هنا الطارب يمسحك انك لازم تفكر وان تفكيرك يكون انت واسرتك وان ما يدخلش اي اطراف خارجية في العلاقة الا كمان لو يكون بينسحك العلاقة الثلاثية ممكن تكون هي سبب يعني سبب الخسارة في العلاقة دي او فشل العلاقة دي او المشاكل اللي بتحصل في العلاقة دي او هتكون كمان لو استمرت هتكون سبب في انهاء العلاقة دي تماما العلاقة الثلاثية لو برج الميزان موجود في علاقة ثلاثية المطلوب منك ان انت تتعاون او ان انت تستشير حد يكون بتصق فيه عشان تقدر توصل يعني لحل يوصل العلاقة للسكرس ده زاسان يعني لو انت عايز العلاقة تستمر وانت عايز تطور فيها او عايزها للاحسن او ان انت تكون مبسوط او سعيد في العلاقة حاول تفكر بشكل سليم حاول ما تدخلش اشخاص في العلاقة سواء انت او الطرف التاني كمان حاول تسأل حد تستشير حد ولو موجود في علاقة ثلاثية يبقى قرارك انك تنهي العلاقة اللي انت موجود فيها تماما او تنهي العلاقة الثلاثية تماما علشان انت كده حيرة يعني حيرة انا شايفة قرارة اللي قدامي فيها حيرة كتير بالذات ان انت كمان في عندك العلاقة سواء اللي انت موجود فيها دي او اللي انت رايح لا انت بتحس ان انت في علاقة قدرية يعني انت بتحس انك في حاجة هي ده نصيبك بس انت مش عايز كده او الطرف التاني مش عايز كده كتير بتوازن امورك كتير محتار بتفكر اا في حاجة انت مش عارف تجيبها ازاي حاجة انت بتفكر فيها كتير في نفس الوقت انت خايف من خسارة مش خسارة مادية بالمعنى لكن بيت وقسرة وحياة فانت باصس لحاجات كتير انت عملتها في العلاقة اا خايف تخسرها بالتوفيق للجميع ان شاء الله دي كانت الكراءة العاطفية بالنسبة للمتزوجين ودي كانت النصيحة بتاعتكو اتمنى جيكم التوفيق والسعادة والوصول لقرارات سليمة بازن الله ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عندي مفاجآت كتير جدا هنعملها في المرحلة اللي جاية في القناة ان شاء الله نروح للمنفصلين والمطلقين من برج الميزان الكراءة هتكون عبارة عن ماضي حاضر مستقبل اا تفكير الطرفي التاني لو انت عايز تعرف ايه اللي فتفكيره عشان لو عايز رجوع او كده والنصيحة بتاعتك الطاقة الاولى الموجودة بتاعتك الزتاور اا البرج اا فدي يعني طاقة الانفصال فعلا او اا او دي هدم علاقة رغم ان انا شايفة قدامي اا في علاقات لسه ما تمش فيها طلاقة اا اللي ورا كده ان بعضكوا اا يعني بالفعل بعد الهدم ده اا ابتدى يعني يبصل قدام يركز في نفسه او في حياته او في المستقبله ممكن يكون كمان البعض راح لعلاقة اا جديدة انا شايفة هنا في بعضكوا راح لعلاقة او ابتدى في علاقة جديدة بعد كل ده المنفصلين الماضي بتاعك انا شايفة بعضكوا اا يعني كنت في علاقة فيها تدخل من اشخاص كمان او تكون الانفصال كان بسبب علاقة ثلاثية اا شايفة الكراءة ممكن تكون عكسية عشان تكونوا عارفين اا كان في علاقة ثلاثية شايفة طرف اا اا ندمين على خسارة زعلين على حاجات كتير عملها وما جابتش نتيجة اا شايفة علاقة حب ممكن يكون اا بعضكوا نسافر في صفر لكن بالنسبة للمنفصلين والمطلقين انا شايفة في نسبة رجوع يعني في رجوع ممكن يحصل اا العلاقة من الماضي اا شايفك اا يعني بتبص على العلاقة كتير اا كنت مثلا عايز تحافظ عليها عايز اا برضو العلاقة او قبل الانفصال كان فيها غموض كان فيها كلام حاد حصل كتير اا كنت حاسس فيها انك مقيد وانك مش مش عارف تعمل اي حاجة في حياتك في وضعك في ظروفك اا حزين دايما حاسس بخسارة يعني انا شايفك كنت في وضع سايق جدا في لغبطة كتير اا نوعا ما اا ممكن اقول ان انت كليك دور فيه يعني انت كنت يعني ممكن اقول عليها ايه ممكن كنت سلبي شوية في العلاقة يعني شايفك اا يعني مش مفيش حماس يعني ما بين يا سلبي او حزين او مش بتتكلم او متهور ومنفعل وغضبان يعني ما بين كده وما بين كده فيه غموض ممكن دا اللي كان كتير بيوترك او بيوتر الطرف التاني سبب ان فيه حاجات هو مش عارفها اا بالنسبة للحاضر اا اا انا شايفة بعضوكم فعلا فيه فيه علاقة حب اا بعضوكم اها يعني خرج من الماضي تماما الماضي ميت بالنسبة له اا حاسس ان هو في وضع راحة واستقرار و اا حاسس ان هو سعيد ممكن يكون متقدم لك عرض حبي يا برج الميزان او هيتقدم لك عرض حب اا انت حاسس يعني يعني بالذات لو انت واحدة الستة يعني في برج الميزان اا انا شايفاكي اا وكأنك شايفة نفتك في احسن حالتك يعني شايفة نفتك حالتك كويسة اا وضعك احسن انا شايفة وضعك الحاضر اا يعني احسن كتير من الوضع في الماضي ده بالنسبة للوضع الحاضر اا لكن بالنسبة لبرج الميزان نخلي بالنا اا يعني من علاقات اا يعني من حد يضحك علينا علاقات اا من غير زواج اا يعني علاقات اا يعني يكون في اا اا هوى ونفس واسوسة والحاجات دي من ناحية علاقات او من ناحية التواصل او من ناحية كلام مع اشخاص لان انا شايفة هنا في كده كتير رغم ان انا شايفة برج الميزان سعيد جدا مرتاح اا عندك هدوء نفسي واستقرار نفسي لكن احذر اا من بعض الخبثاء في الفترة اللي انت فيها دي لكن انت سعيد وداخل كمان على حاجة سعيدة يا برج الميزان اا المستقبل بازن الله انا شايفك اا يعني عايز تكون حر عايز تكون منطلق اا بتقفل علي نفسك اي اي يعني مشاعر او اي ارتباط مثلا لو حد كلمك في حب حد كلمك في ارتباط انت في كل الكروت مسيطر علي نفسك علي مشاعرك اا اا عايز تعيش كده يعني عايز تعيش حر او عايز تكون في علاقة بس بحريتك مش عايز تكون اا مقيد خالط لان يعني الظاهر انك انت التقيد اللي كنت موجود فيه في الماضي ده تقيد والحزن والزعل الكتير اللي كان في المرحلة اللي فاتت انت اتعقدت منه شايفك هنا بتدفع عن نفسك هنا انت واقف حذر عايز تكون اا منطلق اكتر في حياتك او تحب بحرية اكتر او تختار اا زي ما انت عايز يعني ما يكونش حد اا يعني ليه ليه كلمة عليك في الاختيار بتاعك انت عايز تعمل حاجة انت اللي عايزها وفي نفس الوقت ما تظلمش حد ده تفكيرك في المستقبل واللي انا شايفاك كمان انك هتقدر تعمل ده هتبعد عن اي حاجة شايفاك بتبعد تماما عن اي حاجة ممكن تدايقك ممكن تأثر عليك او على تفكيرك ااا يعني كتير تفكيرك في تحرر في تغيير في تغيير جزء مش تحرر بس في تغيير من كل حاجة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله الطرف التاني بيفكر ازاي او دماغه فيها ايه من ناحيتنا انا شايفا الطرف التاني يا برج الميزان عنده حب ليك في حب في حب وحب كبير جدا اا حاسس ان هو مخدوع يعني حاسس ان انت خدعته حاسس ان انت سيته من غير سبب اا كتير بيفكر او يكون بيستشفي من العلاقة حاليا يعني هو حاس ان هو يعني اتطعم كتير في العلاقة او اتجرح كتير في العلاقة دي لسه بيبص على الماضي شريك بتاعك يا برج الميزان لسه بيبص على الماضي لسه بيفكر فيك اا لسه مستني منك تواصل او مستني ان انت اا تتكلم معاه او تبدأ معاه عنده حيرة حاسس ان هو مخدوع في حب كبير ده من ناحية الطرف التاني اا بالنسبة للمطلقين والمنفصلين النصيحة بتاعتك يا برج الميزان اا يعني تفكيرك صح اا يعني نصيحتك انك انت اولا ما تتصرعش في علاقات دي اول حاجة اول حاجة انت ما تتصرعش في علاقات ممكن دي ازاي اللي شوفنيها ممكن تكون انت في الوقت الحاضر اا انت كويس مرتاح وضعت مستقر اا اا كتير منكو بالنسبة له الماضي مات اا حاجات كده يعني عندك سعادة في انتظارك اا بس ممكن تكون بتتواصل او بتتكلم او في علاقة حب هي ممكن تكون مستطقة للبعض منكو اكيد مش ليكو كلكو اا هي مستطقة او فيها نوع من انواع الخبز او اا او فيها اغراض معينة مش اا مش بريئة يعني فهنا برضو في النصيحة بتاعتك انك تحاول ما تتصرعش في العلاقات او في الارتباط لازم تفكر كويس اا قدر نفسك وشوفها بالشكل الصح انت كويس اا تستحق اا يعني اا انت قدمك فرحة كمان قريب واحتفال وبيقولك ان انت تستحق كده اا عندك كمان امنية اا انك تسعى علشان تحققها او تكون انت بالفعل التسعة علشان تحقق الامنية اللي عندك دي او اللي انت بتفكر فيها في امنية كبيرة عندك عايز تحققها وبيقولك اس عليها الامنية موجودة وهتتحقق ان شاء الله ده كان بالنسبة للمطلقين والمنفصلين لكن انا ما شفتش عشان اللي هيسألني ما شفتش فيه ارتباط في الوقت القريب يعني ما سيش ارتباط الا البعض انا شايفة بعضوكو فيه ارتباط هو في ارتباط فعلا حاليا او بيعيش قصة حب او علاقة حب اا بعضوكو يخلي بالو وبعضوكو فيه علاقة فيها سعادة وفيها استقرار وبعضوكو فيه رجوع من الماضي الطاقات اللي موجودة معي في القراءة قبل ما انسى الطاقة النارية معيكو كتير الهوائية زيكو والطاقة المائية طاقة ترابية بسيط الابراج اللي موجودة موجود معك برج الاسد الجادي اا ادلو الخوط الميزان السرطان اا العقرب يعني هي دي والعزراء اا دي الابراج اللي موجودة معيك او لاناش قدرت اشوفها حاليا لكن كل الطاقات اا موجودة معيك في القراءة اا حظ سعيد وموفق للجميع ان شاء الله ونروح للعزبين والغير مرتبطين من برج الميزان بالنسبة للعزبين والغير مرتبطين اا تقطك الشهر ده برج الميزان انا شايفك اا يعني اا بتحتفل مبسوط اا في حاجة جديدة عملتها او ممكن يكون بعضوكو داخل في علاقة جديدة او في حالة حب اا لكن شايفة اللي بعد كده تباعد اا وعلاقة ثلاثية مش عارفة ليه برج الميزان طاقتكم النهاردة معي فيها كتير علاقة ثلاثية كلكم المتزوجين والمطلقين والعزبين الطاقة بتاعتك في الماضي انا شايفة في علاقة ثلاثية ممكن تكون انت اللي كنت في علاقة ثلاثية او دخلت مع حد اا في علاقة هو عنده طرف تاني اا بس انا شايفة انك في الماضي كنت في علاقة كنت مبسوط بها جدا سعيد اا حاسس بنفسك حاسس اا يعني يعني اسعت حاجة في الدنيا يعني كنت وايخد وضع للزاصان اا كنت حاسس ان هي علاقة مناسبة ليك بس العلاقة فجأة دخل فيها طرف ثالث او انت اكتشفت ان انت طرف ثالث او في طرف ثالث اا كل الحاجات الاولى دي اا اتقلبت اا شايفة شايفة كمان علاقة كان فيها مشاكل كتير جدا لكن العلاقة فيها حب يعني كان فيها حب وفيها حب قوي يعني كل كروت الحب موجودة يعني كان فيها حب وحب كبير كمان وكان فيها توازن وفيها تناغم انت حاسس بانتك حاسس بنفسك فيها حاسس كمان ان دي تنفع علاقة تكون الزواج او تكون الاستقرار يعني انا شايفة كل تفكيرك في الماضي في العلاقة ان هي علاقة كويسة وصالحة وتنفع زواج وحب واستقرار واطفال وكل حاجة لكن فيها مشاكل او فيها تدخل من اشخاص وفيها طرف ثالث عند البعض الحاضر بتاعك انا شايفك حاليا انت صابر على حاجة في حاجة مستنيها او حاجة مستني النتيجة بتاعتها انت في حاجة صابر عليها كمان في عندك كتير تفكير في ناحية مادية تفكير كتير جدا في ناحية مادية او استقرارك المادي او ان تعطيلك عن الارتباط او عن الحياة انك تبقى بزروف مادية يعني انا شايفة مسيطر عليك في الحاضر الناحية المادية جدا التقات اللي موجودة معك في الكراءة انا شايفة المائية الهوائية والنارية والترابية كل التقات موجودة والابراج جات معك الاسد العزراء الميزان ممكن بعضكم بيحب حد من نفس البرج الجوزاء قلنا الاسد موجود دي الطاقات ودي الأبراج اللي موجودة معك في القراءة أنا شايفك في الحاضر أنت كتير بتفكر في موضوع المادة بتحاول تسيطر على موقف أنت بالفعل موجود فيه بعضكم حاسس بظلم عايز ينتصر على حاجة يعني في حاجة كمان أنت مستني النتيجة بتاعتها في حاجة بالنسبة لك هي أهم حاجة يعني هي اللي هتغير حياتك كلها وإنت مستني النتيجة بتاعتها الحاجة دي إن شاء الله أنا شايفها هتتحقق قريب عندك كمان استقرار مادي واستقرار عاطفي في الوقت القريب إن شاء الله شايف بعض ممكن بعضكم أنتفصل عن حبيبه حلين شايف بعضه وشايفك حذر شوية أو الحبيب هو اللي يكون حذر شوية شايفك في المستقبل يعني كتير هتبقى زكي وشاطر وناصح يعني أنت زكي يا برج النزان لكن هتكون عندك يعني هو بصه هو كده كده العام دعم تغيير أنا شفتك أنت وبرج الصور يعني كذا برج في عنده تغيير جزري في شخصيته أنت المستقبل بتاعك هتكون حذر شوية هتخلي بالك لأن أنت في الماضي بالنسبة للعزبين والغير مرتبطين أنت جرحت كتير خدت عنات كتير اتغدر بيك كتير مش هتقدم حبك لأي حاج كمان خلي بالك في المستقبل من خداع أو سرقة أو احتيال بزبات في مشاعرك لأن إحنا هنا بنتكلم عن العاطفة أي عرض حب يتقدم لك في الفترة اللي جاية حاول تفكر فيه كويس جدا يعني فكر بعقلك وما تفكرش بقلبك في الفترة اللي جاية أو وازن بين الاتنين لكن أي عرض حب يتقدم لك فكر فيه كويس وما تقدمش فيه حاجة غير بعد ما تشوف العرض ده مناسب ليك وتحبه أو يعجبك ولا لأ كمان عشان تقدر توصل لعلاقة حب نكحة في المستقبل أنا شايفك شوية من وقت للتاني هتكون ببص على الماضي هتكون حاسس بخسارة لا حاول تخرب من شعور الماضي والخسارة علشان تنتقل لمرحلة جديدة لأن انت عندك مرحلة جديدة يعني في الوقت اللي جاية أو في الفترة اللي جاية إن شاء الله فيه عروض حاليا بتتقدم لك أو ناس حواليك أو معجبين لكن انت لا تبالي وشبه مشواخي تبالك لبعضكم فيه تفكير شوية في حاجات تانية أو في الماضي لسه النصيحة بتاعتك حاول توازن أمورك حاول تكون عادل انت برج الميزان طبعا عادل عندك برج الكوس كمان معاك يا برج الميزان وبرج الصور يعني حب النصيحة بتاعتك بتقول لك حب بس ما تقيتش نفسك ما توصلش لدرجة الخسارة حاول تخلي يعني الامبراطورة تكون في الوضع ده يعني وانت بتحب ما توصلش لدرجة البهدلة أو ان انت تتنازل أو ان انت تعمل حاجات انت ما ينفعش تعملها لأ ايش حريتك حاول توازن في تفكيرك بين قلبك وعقلك عندك علاقة حب جاية في الفترة اللي جاية ان شاء الله ولو مش موجود ولو انت في علاقة حب هي العلاقة دي سلمت آآ يعني هي علاقة حب ان شاء الله شايفها ابدية شايفة فيها نجاح اللي ما عندوش آآ يخلي باله آآ هو هيجيله علاقة حب كويسة ويخلي باله من العروض اللي فيها آآ غشة او خداع او كده في الفترة اللي جاية تخلي بالك وبيقولك انك تفكر بعقلك قبل قلبك ده بالنسبة للعزبين والغير مرتبين